و سيطرت أخبار التحيل في اللاعب على النظام للاستفادة من نظام الضرائب والتقديمات على حملة المرشحين للرئاسة الأمريكية نيويورك تايمز كشفت عن تفاصيل تهرب دونالد ترامب الضريبي لم يكن تهرب بحد ذاته مفاجأة المفاجأة كانت في الرقم الذي يصعب على متوسط الدخل مثلي ومثلكم من العامة قراءته حوالي المليار دولار أعلنها خسائر سمحت له بعدم دفع الضرائب لثمانية عشر عاما إنه عبقري الحقيقة إنه عبقري بالمطلق هذا رأي ملياردير مساند لترامب ربما لا يريد أن يطلع دافعي الضرائب وأن تعرف أنه لا يدفع أي شيء لقسم الضرائب ربما كان هذا هو السبب كيف اكتشفته كلينتون بهذه البساطة هل تدفع ضرائبها كما يجب؟ فلنتمد على التقارير المكتوبة مجموعة مدخول هيلاري كلينتون وزوجها بيل بين 2001 و2015 تجاوز الثلاثة وعشرين مليون دولار كما يظهر من خلال ملفات الضرائب التي نشرتها كلينتون لكن التحقيقات تشير إلى أن الزوجين حققا خلال الخمسة عشر عاما بعد أن تركا البيت الأبيض مائتين وسبعة وثلاثين مليون دولار معظمها من المحاضرات والكتب التي ينشرانها أما ملف مؤسساتهما الخيرية فهوية أخرى أرقام التقديمات الفعلية التي تتلقاها مؤسساتهما مقارنة بالأرقام التي يعلنان عنها وكيفية استخدام تلك الأموال فساد تقليدي المضحك هي تقديمات مؤسسة ترامب للمؤسسة الصديقة بالأمس والعدو اللدود اليوم في تحقيقات واشنطن بوست لمؤسسة كلينتون تبين أن ترامب قدم بالفعل في 2009 100 ألف دولار كتقدمة غير مقيدة لمؤسسة كلينتون الخيرية وفي 2010 قدمت مؤسسة ترامب 10 ألف دولار لحجز طاولة في أحدى حفلات مؤسسة كلينتون لم يحضرها أصلاً ما تبين أن الأهداف النبيلة التي دعاها لهذه التقديمات لم تكن بتلك النبالة في المقابل لم تقدم مؤسسة كلينتون لمؤسسة ترامب إلا إذا جاءت من أحدى المؤسسات ولم يكشف عنها حتى الساعة فمؤسسة كلينتون مؤسسات أقلها اثنتان تأسست الأولى عام 1997 عندما كان بيل رئيساً كان الهدف جمع تبرعات لإنشاء مكتبة كلينتون استمرت بعد ولايته ليتحول الهدف إلى إطلاق مبادرة كلينتون العالمية وبعد أن تسلمت هيلاري وزارة الخارجية ولتحاشي تضارب المصالح اضطرت لتسجيل المؤسسة تحت اسم ابنتها لكنها كانت مؤسسة أخرى الملف أيضاً يسعب تبسيط تعقيداته إلا أن التحقيقات تشير إلى أن الأرقام المنشورة تختلف عن الأرقام الحقيقية أعتقد أن دونالد ترامب أو أنا سيكون رئيساً للولايات المتحدة وعلى العامة أن تبحث بدقة قبل اتخاذ قرار التصويت نصيحة يجب أخذها على محمل الجد لا أثق بها وأعتقد أنه مجنون أعتقد أني سأترك البلاد إلى لندن لسنوات القليلة المقبلة فأنا محرج جداً بهذه الخيارات المتوفرة لنا ترجمة نانسي قنقر